شكرا للمشاهدة 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 ادفع لكم الاختيار فانا بنسبة لي لهاد العلبة الكبيرة فاستعملت هاد الكرافوز بنسبة لهاد الجلد باش للسقوه اما بنسبة العلب الاخرين فاستعملت فقط مسدس شمع سوف يمشي نكمل كيف ما كتشوفوا بهالطريقة هي سهلة بزاف باش نغلف هاد كونتر بلاكي فاكن حاول انا نين ندخل هادوك الجواني بهالشكل وكنضرب الكرافوز وكنحصل القطعة ديال كونتر بلاكي مغلفة بهاد الطريقة صفي مباشرة شنو غادي ندير البناس فغادي ناخد هنا يا هاد القطعة ديال كتختارو التوب اللي انتم ما بغيتو تديرو في في الاسفل فما عرفت شنو كيقول الاسم ديال هاد ديال هاد التوب كيف ما كتشوفو شفاف هو واحد شوية فاخديته في اللون الاسود ومشيت قطعة القطعة اللي غادي تنسب لي هاد هاد القياس ديال هاد الكونتر بلاكي وخديت هنا يا هاد القولة كيف ما كتشوفو ديال هاد العلب فهي كتلصق مزيان هاد هاد التوب على على الخشب وكنحاول ندير بواحد شيتا كيف ما كتشوفو غادي ندهن مزيان هاد كونتر بلاكي من الاسفل وغادي ندهن حتى من الفوق ديال هاداك الجلد باش هكا غادي تبت لي هاد القطعة ديال ديال التوب غادي تبت ليها مزيان في لدتو هاد العملية البنات فكت خليو هاد هاد كونتر بلاكية غادي تخليوها حتى كتنشوف مزيان مزيان لانا قد ما خليتوها تنشوف عاد تحطو علي هاد توب كيلت لكم بصفة ليهي نهائية ما كيتحيتش فحاولو انكم تخليوها حتى كتنشوف ما تخافوش انها ما تلسقش ليكم سوفو غادي نحتاجو هاد الزوقة اللي غادي ندير في الجوانب فبزاف منكم لي سولتوني على هاد الزوقة فبنسبل هاد الزوقة البنات فكي يقولوا لها الزوقة الاسلامية فبنسبل العرض اللي درت انا في هاد هاد العلبة الكبيرة درت فيها العرض ديال الربعات سنتيم اما العلب الصغار فاختارت الزوقة لي فيها ثلاثة ديال سنتيم وكن حاول انني نعبر على القياس اللي غادي يكفيني له هاد العلبة وغادي يمشي باش نقطع هاد هاد الزوقة اللي عندي ديال جوانب كيف ما كتشوفوا بالنسبة لهاد اللي باكت فكي تقطعوا لكم بسهولة فتقدروي البنات تديروا فقط المقص وتقطعوا به هاد الزوقة فكي تقطع غادي تشوفوا ده بقى هان هان هي غادي نقطع بالمقص وتقدوه بالنسبة لما بغادش تقطع بالمقص هاد الزوقة فاتقدو انكم تحطوها في الارض وتاخدو غير واحد السيكين او اللاموس وتحولوا انكم تعبرو هاد الزوقة وتحطو هادك السيكين وتضربوا بمترقة من الفق حتى هي كتقطع لكم القطعة ديالكم كتجي مقدة وفي نفس الوقت كتقطع لكم بسهولة لكم الاختيار غادي نكمل هنا يا غادي نقطع كيف ماشو غادي نقطع هنا يا ربعة ديال ديال القطع باش يجيوني في العلبة كيف ماشتو وهذا وما القطع بعد ما قطعتهم كيجي قطع اللي هي متساوية فغادي يمشي باش ناخد الورق الحرش او الكاغيت الحرش غادي نحاول انني انحك لهم هادو كل الجوانيب باش يجيوني مقدين فبعد المرات مالي كان قطعوه هكي يكون بعد المرات بلاصة اللي كتكون خارجة واحد شوية طف هنا يا غادي نحكهم مزيان وهنا يا كيف ماشتودة مدة اه مدة تقريبا ديال واحد نسف ساعة غادي مشي باش نلصق هاد توب على على هاد الكنتر بلاكي بتقدروا تلصقوا بليد ديالكم بطريقة اولا تضغطوا بالجوانيب بواسطة ملعق عفوان مطرقة وهكا غادي تلصق لكم وغادي تبت لكم زيان كيف ما كتشوفون طفي غادي لنا نحطها وغادي مشي باش لصق لي هاد الجوانيب كيف ما كتلاحظوا اما بالنسبة لهاد الجوانيب البنات فكنت وردتكم في العلبة اللي سبقت لي وحطت لكم في القناة انني استعملت الليساق الخاصة بالخشب لاناني لصقت الخشب على الخشب ما كنتش مغلفة بهاد الجلد اما دبافش استعملت الجلد فضروري انكم تستعملوا هاد الليساق ديال ديال الشمع فكتحولوا تديروا القولة ديالكم او المسدس ديال الشمع انكم تسخنوه وتوضعوا الليساق بهالطريقة وتلصقوا ان قطعة ديالكم مقبل ما نلصق اي قطعة كنحول انني نجربها على على كنتر بلاكي باش ها كنشوف وش القياس ديالها مقد يلا كنزيد واحد شوية فكنحول انني نقصوه بالمقص سافي مباشرة غادي نوضع لها الكولة ديالي فهد المرة كنوضع الكولة في الاسفل ديال هاد القطعة وكنوضعها حتى في الجانب باشاك كاتبت لي كل قطعة مع اختها بنفس طريقة سافي كنقبض باليد ديالي غير واحد شوية لان هاد مسدس الشمع من كنديرو هاد اللي ساقلي فيه فضغيك ضغيك تيبس لينا ما كتحتاش بزاف ديال الوقت وبالنسبة الاخوات اللي غادي يقولوا لي ما عندناش مسدس الشمع فكتشرو فقط الشمع من عند دروغري وكتاخدوا واحد شمعه وكتحولوا انكم تدوبوا كل مرة وخايا غادي تستغرق لكم واحد شوية ديال الوقت غادي تدوبوها وغادي تديرو بنفس طريقة سوف هنا يا بعد ما ساريت العلبة ديالي كيف ما كتشوفوا هاد وشكل ديالها النهائي فاللا بغيتوا يا البنات تصبغوا هاد الخشب ديالكم فحاولوا انكم تصبغوا هاد الخشب ديالكم قبل ما قبل ما تتركوهم هادوك القطع ديال الخشب وخديت هنا هاد الخشبة اللي كنت لكم بانها كتشي خشبة اللي هي مزوقة فاخديتها وغادي نديرها على شكل غطاية فاخديت هنا يا هاد هاد البوانيات اللي كنديرو في البلاكر وغادي نحاول انني نتبتو في الوسط ديال هاد العلبة باشها كي سهل علي انني ان نحاول انني ان نسد هاد العلبة ديالي او لا نحلها بطريقة اللي هي بسيطة فانا هنا يا غادي نقدو في الوسط ما جانيش في الوسط ومن بعد غادي نوركم شكل نهائي ديال هاد العلبة كيف ما شو عفوا كيف ما شو بالنسبة العلبة ديالي بد مسالتها فهذا وشكل نهائي ديالها كتجي علبة اللي هي مميزة راقية تقدروا تقدموا في ها الحلويات الضيوف ديالكم اولا التمر لي كيكون معمر اولا لمكاغو بنسبة لهاد العلبة البنات كتجي مميزة بزاف وجزوينة زوينة زوينة كنوا متأكدين انكم الا قدمتوها الضيوف ديالكم في المائدة ديال ديال او لا المائدة ديال الفطور الا كان عندكم فا كنوا متأكدين انها غادي تعجبكم غادي تعجبوا معافوان هاد العلب لصوبته وخصوصا كتكوني انسانة لمميزة انك يصوبتي واحد العلبة باليدين ديال قبل ما شريتها فانسيت هنا ما اذكرتش لكم البنات فا تقدروا تصبغوا بهاد بهاد السبغة اللي كتكون على شكل اللي كترشوها ديال اللابوم فا كتختاروا انتم اللون اللي بغيتو يا ايما في الضغي او اللف هاد اللون كيف ما كتشوفو فان هنا اختارت ان هني نخلي هادك العلبة بالطريقة اللي انا صوبتها ما غاديش ننصبغها سافيوا ديالسانة مباشرة باش نوريكم طريقة اللي صوبت بهادوك العلبة فا كنا اخذ هني ايا القياس ديال الزواقة سمحوا لي امشى الصوت فا كيف ما شوف اخديت هني هذيك الزواقة اللي كتشوفو قدامكم رأيك محطوطات ما خديتها وعبرت نفس القياس ديال ديال كونتر بلاكي وحكيتو ببالكاغية الحرش مباشرة قطعت هاد الجلد اللي كيكون زايد بواحد سنتيم ونصف كيف نشو او لجوج ديال سنتيمة اللي حسب انتم ما شنو بغيتو سافي مباشرة كناخد هذيك القطعة ديال الجلد وكنحاول انا ننغلف هاد هاد القطعة ديال كونتر بلاكي بهاد شكل وكنستعمل هنيا هاد هاد لساق ديال الشبع فكيف ما كتشوفو فهي كتنشوف بسهولة فما كتحتاج بزاف ديال الوقت باش انا كنتلسقوها سوف غادي ندير نفس طريقة لجميع العلب لانني درس كيميالي هي كتيرة ديال هاد العلب فحاولت انا نلسقو كاملي ومباشرة بنفس طريقة اللي يصل لي وردكم في العلبة اللولة فكناخد هنيا هاد اللساق وكنحاول انني ندهن مزيان هاد الاسفل ديال هاد القطعة وغادي نخليهم من طبيعة الحال حتى كينشوفو مدة ديال نصف ساعة او لا ساعة مباشرة كلمشي كنوضع ليهم هاد القطعة ديال التوب وكنحاول انني نلسق هاد التوب ديالي ويلاجة خرج من الجوانب فكنحاول انني قبل ما نلسقو انني نقطع هاد كل جوانب اللي زايدين طفا وهنايا كيف ما كتشوفو بعد ما دست فان هنايا صوبتهم وخليتهم ليلة كاملة لانا كان الوقت مع الطل فاشصورت هاد الفيديو فقلت حتى الطل صباح وملي نكملهم وديك ساعات نكمل لكم تصوير ديال هاد العلب فكيف ماشتو انا نلسقت بهاد اللساق هاد هاد التوب من الاسفل درت نفس طريقة للجميع القطع اللي متوفر عندي مباشرة مشيت خديتي هنا يا لبنات مسدس الشامع اللي درتوا باش يسخن طروري انا ننديروه من قبل باش هكا يسهل علينا انا ننصوب هاد العلب ديالنا وكيف ماشتو غادي نختار هنا هاد الزوقة الاسلامية كيف ما اذكرت لكم بالنسبة لهاد العلب الصغر فغادي نحتاج هاد الزوقة لسمك ديالها فيها ثلاثة ديال ديال سنتيم وكنحاول انني ناخد هاد الزوقة وكنعبر هادو كل جوانب ديال هاد القطعة اللي غادي ندير ديال هاد العلبة وكندير اللساق بشكل اللي هو عادي من الاسفل وكنحاول نوضعه بها الطريقة نحاول نقف طغي واحد شوية حتى كيتبت وكنحسب هادك اللساق بداتك تلسق وكنحيد اليد ديالي مباشرة غادي مشي باش ندير الزوقة تانية وكيف ما اذكرت لكم كل مرة حاولوا انكم قبل ما تلسقوا القطعة ديالكم تجربوها في البلاصة ديالها يلا كانت كبيرة واحد شوية حاولوا انكم تنقصوها صافي وكندير اللساق في الاسفل وفي الجانب بشاك كيف ما كتلكم تلسق كل قطعة مع اختها بعد طريقة وكنحاول نقف طغو بشاك كيلسقوم زيان كيف ما كتشوفو هنا يضغين شفات هادك هادك اللساق ديال الشمع سوفي غادي نستمر بحلقة غادي نبقى كالسق كل قطعة مع اختها وغادي نحاول انني انتبتهم بها الطريقة هي طريقة سهلة سهلة بزاف خصوصا الاخوات اللي كيعجبوهم هاد النوع ديال هاد العلب فكنت من انكم تجربوهم لانهم فعلا سهلين وما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت خصوصا الى كنتو غادي تديرو غير واحد ثلاثة او لاربعة ديال العلب فما غاديش ياخدو لكم بزاف ديال الوقت كيف ما كتشوفو هنا يا بعد ما لسقت هاد القطع كاملين مع بعضياتهم فغادي ناخد هاد الزوقة او هاد الغطع اللي غادي ندير لهاد هاد القطع وكنناخد بنفس طريقة كتختاروا الشكل اللي انتم ما بغيتو ديال هادوك البونية اللي كنديرو في البلاكارات صافي وغادي نتبتها بها الطريقة لانني استعملت هنا يلفيس في الاسفل ماشي هادك الكروب وغادي نتبتهم زيان كيف ما كتلاحظوا بها الطريقة وكيف ما اتكرت لكم البنات فاتقدروا انكم تصبغوا هاد العلب ديالكم باللون اللي انتم ما بغيتو غير هي اختاروا اللون قبل ما تشريوا هادك الجلد اختاروا اللون اللي انتم ما بغيتو تصوبوا بهم هاد هاد زوقات وبنسبة لزين كيبقى لكم لي اختيار فاتقدروا تديروا هاد هاد شوشيات من الفوق فاكي اعطي واحد من يقدر لي هو زوين بزف وكانت هاد هي العلب بعد ما كملت زين ديالها كيف ما كتشوفو كتجيعوا لها راقية بزاف ومميزة كيف مشو فبنسبة لها العلب حتى هي تقدروا تقدموا فيها المملحات او الا الماكاغو حتى هي تقدموا فيها التمر اللي كيجي معمر كيجيوا في المائدة غزالي مزافة الاخوات كانت من انكم تجربوهم صافي وكانت هادي هي العلب اللي وردكم اليوما كانت من انكم توصلوا هاد الفيديو الاكبر عدد من لايكات هي لاعجبكم ولكي يعجبكم بحل هاد النوع ديالفيديوهات ديال هاد الافكار باش تصوبوا اشياء في البيت ديالكم باليدين ديالكم فما تنسوش انكم تخليوها لي في تعليق ديالكم وان شاء الله غادينا نوريكم بزاف ديال الاشياء اللي اللي بغيت نقوم بها فكنتمنى لكم فورجة منطعة ونطلقوا ان شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم